إبداعات تولد من رحم المعاناة فعلى الرغم من كل ما يعانيه العراق من أزمات ومن بيئة لا تشجع على الإبداع لكن ذلك لم يمنع بها من محافظة واسط من تقديم نموذج إبداعي متعدد المواهب أرسام خطات نحات استقبل قبل أن أرسم صور شخصية ولوحة زيتية الخطات والنحات بهاء فقد ثمانين بالمئة من بصره بسبب مرض موت الخلايا الشبكية لكنه أبدع بصناعة الخنجر العربي وغيره من الحلي والمقتنيات التراثية باستعمال حاسة اللمس فاعتمادت من فقط البصر تدريجيا فاعتمادت على حاسة اللمس عن طريق الإصابة وقمت لاشتغل النقش على الخشب والنحاس واشتغل ثمانا حتى على الحديد همين بس الحديد موتى بكل إش ولاقيت من الصعوبات ومجرحات يصنع بها قطعا بنقوش راقية ومميزة مستمدا ذلك من التراث العباسي ونقوش الحرارات القديمة أنا بالنسبة لي أحب الشغل القديم اللي هو شغل العباسي حتى من الآثار السومرية البابلية الآشورية حتى الآثار المصرية منها تأجبني يعني أشتغلها بس أكثر تركيزي يعني للشغل العباسي يقدم بهاء نموذجا للنجاح رغم العقبات التي تحيط به فأنامله التي تنتج هذه التحف تثبت أن بعض العوائق يمكن لها أن تكون دافعا لتحقيق الطموحات